السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية انطلقت فعاليات مهرجان حرفنا الذي يتخذ من سوق المنام التقليدي ومن شارع باب البحرين مكانا له ليساهم في تعزيز انتعاش الحرف التقليدية وأحياء جذبية الأسواق القديمة وقد أكد سعدة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أن السوق التقليدي يعتبر عامل جذب سياحي مهم نظرا لارتباطه بتاريخ وتطور البحرين وعنصر أساسي في تعزيز التبادل التجاري والسياحي في المملكة حيث يقوم المهرجان باستعراض الحرف اليدوية البحرينية لزوار المملكة فيما قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة إنه تم اختيار هذا الوقت من العام لإقامة مهرجان حرفنا ترحيبا بزوار المملكة من محبي سباقات السيارات والذي قدموا لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى للفورملاوان حيث سيقدم لهم المهرجان تجربة فريدة من الدمج بين الجانب السياحي الذي تمتاز به المملكة والتعريب بالحرف التقليدية القديمة وإنعاشها وتنشيط الحركة السياحية في السوق بلغت كمية الأسهم والسكوك المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة وتسعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وستين سهما وصك وقد بلغت إجمالية الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدرها مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعين ألفا ومائتين وتسع وستين دينارا بحرينيا نفذها الوسطى لصالح المستثمرين من خلال مائتين وأربعة وعشرين صفقة وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 16 شركة ارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الصناعة أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني ألمنيوم البحرين ألبا شكرا